النهاردة معنا شاشة جديدة من شاشات شركة LG واللي تم اتاجها سنة 2022 وبالاخص في فئة النانوسيل والشاشة الموجودة معنا النهاردة هي شاشة LG NanoCell Nano 79 والشاشة دي معروفة انها شاشة Smart 4K بنظام الويب و اس فلو انت حابب انك تشتري شاشة جديدة من شاشات LG وبالاخص في فئة النانوسيل واللي تم اتاجها سنة 2022 فاتMenى انك تكمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف كل مواصفات وامكانيات الشاشة الموجودة معنا النهاردة وأتمنى برضو يا صاحبي إنك تضغط لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو ولو بتشوفني الأول مرة فأنا أخوك أحمد وأهلا بك في قناتك يا صاحبي وأتمنى برضو إنك تشارك عندي في القناة وتفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد من عندي ويلا بنا بقى مع بعض نبدأ المراجعة إزايوك يا شباب عاملين إيه يا رب الكل دايما نكون بخير النهاردة زي ما نقول تلك في المقدمة إن إحنا هنعمل مراجعة لشاشة LG النانو سيل نانو 79 واللي تم إنتاجها سنة 2022 ولو هنبدأ مع بعض بالأحجام المتوفر فيها الشاشة الموجودة معنا النهارد فالشاشة جاية في خمس أحجام الخمسين بوصة والخمسة وخمسين بوصة والخمسة وستين بوصة والخمسة وسبعين بوصة والستة وتمانين بوصة وبالنسبة للأسعار هتكلم على سعر الشاشة في آخر الفيديو ولو هنتكلم بقى مع بعض عن التصميم الخارجي للشاشة الموجودة معنا النهارد فلو بصينا للشاشة من الأمام فالشاشة جاية بدون حواف من ثلاث جهات في معادة الجاية من أسفل واللي فيها شعار شركة LG من المنتصف ولو بصينا على الشاشة من الجانب فهنلاقي إن الشاشة مش نحيفة قوي وتكاد تكون متوسطة النحافة وهقولك برضو ليه هي متوسطة النحافة قدام شوية ولو بصينا على ظهر الشاشة فهنلاقي إن الظهر من على الأطراف انسيابي وجميل ولو بصينا عليه من المنتصف فهنلاقيه مسطح وتقبل التعليق من على الحائط ولو بصينا بقى على الستاند اللي جاي بيه الشاشة فهنلاقي إن الستاند جاي من المنتصف وشكله نصف دائري وانسيابي وجميل وبصراحة التصميم بتاعها فوق الممتاز ولو هنتكلم عن المداخل والمخارج الموجودة معنا في شاشة النهارده فالشاشة جاية بعدد 3 HD MI من النوع 2.0 الداعمين للدقة 4K الحقيقية على تردد 60 إطار في الثانية واحد منهم خالفي واثنين جانبي وكلهم داعمين لخاصية الـ CAC أو الـ Symb Link والمدخل الـ HDMI رقم 2 داعم لخاصية الـ ER أو قناة رجوع الصوت المحسنة واللي بنستخدمها مع توصيل الـ Sound Bar أو المسرح المنزلي ده غير إن الشاشة بتاعتنا جاية بعدد 2 مدخل USB واحد خالفي وواحد جانبي وجاية برضو بعدد 1 مدخل Ethernet لتوصيل الإنترنت من الراوتر للشاشة وجاية برضو بعدد 2 مدخل RF واحد ريسيفر والتاني للإريال الأرضي أو البس الرقم الأرضي ومكانهم جانبي ده غير إنها جاية بعدد 1 مخرج للصوت الضوئي ومكانه خلفي ده غير برضو يا صاحبي إن الشاشة بتاعتنا داعمة للواي فاي سناء الموجة بالمكتين الـ 2.4 جيجا هيرتز والـ 5 جيجا هيرتز ودعمها للبلوتوس الـ Virgin 5.0 الداعم للصوت المحيطي ولو هنتكلم على البانيل المستخدم والمعالج المستخدم ونظام الإضاءة المستخدم ودعمها لخاصية HDR10 ولو هنبدأ مع بعض بالبانيل المستخدم في الشاشة فالشاشة جاية بنوعين البانيل الـ VA والـ IPS لكل المقاسات يعني المقاس 50 بوصة في النوعين الـ VA بانيل والـ IPS بانيل والمقاس الـ 55 بوصة في الـ VA بانيل والـ IPS بانيل وهكذا بقية المقاسات وكلهم جاي عليهم فلتر النانوسل واللي بيحسن لك من عمق وجمال ودرجات ونقاء الألوان اللي انت بتشوفها قدامك على الشاشة سواء لو جاية ببانيل الـ VA أو جاية ببانيل الـ IPS ولو هنتكلم عن تاني حاجة نظام الإضاءة المستخدم في الشاشة أنا قلت لك في تصميم الشاشة إن الشاشة لو بسط لها من الجنب فهتلاقيها مش نحيفة شوية أو تكاد متوسطة النحافة وده طبعا لأنها بتستخدم نظام الإضاءة الـ Direct LED أو نظام الإضاءة المباشر وطبعا نظام الإضاءة المباشر بيبقى أفضل بكتير من نظام الإضاءة الجانبي أو نظام الإضاءة الـ Edge LED لأن معروف إن النظام الإضاءة الـ Edge LED بيبقى عرضة شوية لمشكلة تسريب الإضاءة على عكس الـ Direct LED أو الـ Fully Direct LED اللي بيبقى أقل بكتير في مشكلة تسريب الإضاءة أو يكاد إن هو لا يتعرض لها نهائيا ولو هنتكلم بقى عن تالت حاجة معنا النهاردة هي المعالج المستخدم في الشاشة الموجودة معنا النهاردة هو المعالج الألفا 5 من الجيل الخامس أو معالج الألفا 5 جيم 5 AI بروسيسور 4K والمعالج هنا بيعمل حاجتين أساسيتين معنا لتحسين جودة الصورة أول حاجة بيعالج ألوان الصورة بمعنى إنه بيستخدم تكنولوجيا التخطيط الديناميكي لدرجة كل لون عشان يحسن لك من جودة ونقاء الألوان ده غير إنه بيعمل تكبير للإشارة أو upscaling للإشارات الصغيرة ويقدر يقربها لك لدقة Ultra HD 4K وعن رابح حاجة معنا النهاردة دعمها لخاصية HDR10 فالشاشة دعمها لخاصية HDR10 والHDR10 برو ولو هنتكلم بقى تاني عن نظام الألعاب والحرقة واللي بتعرفك قد إيه الشاشة دي قوية أو مش قوية الشاشة الموجودة معنا النهاردة الشاشة LG NanoCell Nano 79 تكاد تكون هي هي شاشة LG NanoCell Nano 84 في وظائف الألعاب والحركة بمعنى صح إن الشاشة داعمة لخاصية Auto Low Litans Mode أو ALM ومجرد ما الشاشة بتحس بوجود كونسول زي البلايستيشن أو الإكس بوكس بتحسين صوت الألعاب دا غير إن الشاشة بقى بتاعتنا داعمة لأكتر من دقة هي دقة 1080P ودقة 1440P ودقة 4K أو الدقة الناتف بتاعتها على تردد 60 إطار في الثانية يعني مش هتاخد منها 120 هرتز انت هتاخد منها 60 هرتز فقط وبالنسبة لزمن التأخير وسرعة الاستجابة فالشاشة جاية بزمن تأخير خليل وسرعة استجابة عالية ولو هنتكلم بقى عن السوفت وير والريموت كنترول ولو هنبدأ مع بعض بالسوفت وير فالشاشة جاية بسوفت وير الويب أو اس 20-22 واللي مليان تطبيقات وحاجات حلوة قوي هتعجبك جدا جدا زي اليوتيوب والنتفلكس وتطبيقات تانية كتير دا غير إنك ممكن تجيب أي تطبيق تاني من خلال الـ LG Store المدمج في نفس السوفت وير دا غير برضو إن الشاشة بتاعتنا داعمة للأوامر الصوتية وبالأخص من خلال أمازون إليكسا أو جوجل أسستنت دا غير برضو يا صاحبي إن الشاشة برضو بتاعتنا داعمة للسكرين ميرورينج أو الأبل اير بلاي وبالتالي فأنت تقدر تعرض شاشة التليفون بتاعك على شاشة التلفزيون سواء لو كان أندرويد أو اي او اس من قبل دا غير برضو يا صاحبي إن السوفت وير بتاعنا أو الشاشة بتاعتنا برضو داعمة لخاصية الفيلم ميكر مود أو وضعية مشاهدة المحتويات وكأنك مخرج المحتوى دا غير برضو يا صاحبي إنها داعمة للتسجيل الرقمي الـ DVR وداعمة للتنبيهات الرياضية وبالنسبة للريموت كنترول فالكل عارف الريموت كنترول الموجود مع شاشات النانو سيل وهو ريموت الماجيك والريموت الماجيك الموجود معنا النهاردة الموديل بتاعه الـ MR22GN الجميل اللي داعم لخاصية الـ M في C دا غير دعمه للأوامر الصوتية من خلال الريموت نفسه ولو هنتكلم بقى عن الصوت في شاشة LG النانو سيل نانو 79 فالشاشة جاية بقناتين للصوت قوة القناة الـ 11 واط أي بإجمالي قوة صوت 20 واط ونظام الصوت الموجود معنا في الشاشة هو النظام الـ Dawing Firing أو الصوت بيبقى خارج من الشاشة جايلك من أسفل دا غير إن الشاشة بتاعتنا داعمة لخاصية الـ AI Sound Pro واللي بتحسن لك من جودة وضوح الصوت باستخدام خواص الزكاء الاصطناعي دا غير برضو إن البلوتوث الموجود في الشاشة داعم للصوت المحيط يعني إمكانيات صوت ممتازة وكلها بتشتغل بنظام الزكاء الاصطناعي ولو هنتكلم عن آخر حاجة بقى موجودة معنا النهاردة هي سعر الشاشة وهكلمك بالأخص عن فئة الـ 55 بوصة فشاشة LG النانو سيلة نانو 79 مقاس الـ 55 بوصة بيجي بسعر 14500 جنيه مصري وبصراحة كده تقريمي للشاشة الشاشة تاخد حوالي 8.5 من 10 وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة وإن شاء الله أشوفكم فيديو جديد مع السلامة